أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تولي رعاية خاصة لخدمة كتاب الله العزيز وإعلاء مبادئه وقيمه وتوفير الدعم اللازم لتعليمه ونشر علومه الشريفة نعم جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وأبد المجلس واعتزازه الكبير بإسهامه في الجهود الوطنية الحثيثة في مجال خدمة القرآن الكريم بما يتوأم مع عقيدة البلاد وتاريخها وحضارتها وهويتها وترسيخاً لما يعبر عنه هذا الكتاب العزيز من مصدر أساس لاستلهام القيم النبيلة والأخلاق السامية التي يتمتع بها الشعب البحرين ووقف في هذا السياق على الخطط الإدارية التي وضعها مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم بشأن الإجراءات والتنظيمات اللازمة لتشغيل المعهد وفي موضوع متصل اطلع المجلس على مذكرة من الأمانة العامة بشأن خطة نشر وتوزيع الختمات الصوتية البحرينية الكاملة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ضمن مشروع مصحف البحرين معرباً عن ترحيبه الكبير بهذه الخطوة الطيبة التي من شأنها تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا المشروع المبارك ترجمة نانسي قنقر